وأيضا سأنتقل في الحوار والتحليل إلى الأستاذ الدكتور غازي الربابعة أستاذ العلوم السياسية وصاحب الخبرة في الشأن الإسرائيلي والشأن الفلسطيني مساء الخير يا سعيد أهلا ومرحبا بك دكتور غازي ماذا يحدث اليوم في غزة في المنطقة الخراءة لأهمية القطاع لا نتحدث عن أهمية جغرافية أو مكانية ولكن نتحدث اليوم عن مكان في فلسطين لعل المشاهد الآن يتساءل لماذا انتصرت حماس بهذه السرعة وهل تنتصر حماس فيما له وقع الهجوم البري نعم بعجالة نقول انتصرت حماس لأنها أعدت لهذه المرحلة من سنوات وصربت خبرا عبر عملائها للكيام الصيوني أنها في حالة استرخاء ولم يعد لديها قوة نعم وبالتالي كسبت عنصر المفاجأة ومن هنا نقول أن حماس انتصرت وستنتصر بإذن الله لماذا؟ نعم حماس إذ استولت في خلال ساعة ونص على 21 موقع عسكري وأسرت العديد من جنرالات الجيش الإسرائيلي وقياداته الكبار ونقلتهم إلى مخابئ هي تعرفها وبالتالي أصبح الجيش الإسرائيلي دون قيادات وهزة صورة إسرائيل ليس لدى الكيام الصيوني بل هزة هذه الصورة على مستوى العالم أن جيش لا يقهر يخزم أمام فصيل ولذلك ليس أمام إسرائيل سوى أن تقوم بحرب برية نعم لأنها لا تريد الرجوع إلى الوراء السؤال متى تقوم إسرائيل في هذه الحرب في قراءة التاريخ الإسرائيلي السابق تقوم إسرائيل في الحرب في عدة حالات من ضمنها إذا دعت الاحتياط والآن إسرائيل دعت 330 ألف من الاحتياط لأن قوام جيشها النظامي 180 ألف فقط بينما مجموع الجيش كله 800 ألف الناس يقولوا المدنيين الإسرائيلي لا يوجد مدنيين إسرائيلي المجتمع الأسكر الإسرائيلي في عندهم عسكرة المجتمع كلهم عسكرة نعم والدلالة على ذلك دعوة الاحتياط الآن هذه الحرب في محاذير إذا دخلت قطاع غزة ترافق الحملة الإسرائيلي التي لا بد منها الأول أن سلاح الجو الذي يفعل فعله الآن في قتل الأطفال والنساء سيتم تحييده القتال سيصبح قريب هذه واحدة اثنين أن هناك مفاجآت وأنفاق موجودة في قطاع غزة لا يعرفوها الجانب الإسرائيلي فأهل مكة أو أهل أجزة أدراب الشعابية نعم الأمر الثالث من محددات القتال في المناطق المبنية أن الشوارع في غزة هي شوارع ضيقة ولا تسمح بالمناورة ودخول الدبابات وبالتالي يمكن استياد هذه الدبابات وأعلن حماس عن قذائف تملكة متطورة جدا تصهر الدبابة وسموها الياسين نسبة للشيخ أحمد ياسين نعم إذن في مفاجآت ستفاجئ العدو الإسرائيلي وهناك مخاوف لدى القيادة السياسية في إسرائيل أنها ستقدم تسخيات كبيرة قد تهسرت مرة أخرى أمام العالم إذلك طلبت من الرئيس الأمريكي أن يقوم بزيارة لها دعما لها لا يكتفي فقط بإرسال بوارج وإنما في إشارة رمزية أعلن البيت الأبيض أنه لن يأتي بعد ذلك وإعلن أنه سيأتي إذن الأساطير هذه التي جاءت ليست لغزة وإنما هي لإيران وحزب الله نعم لذلك السؤال هل يدخل حزب الله الحرب وهل تدخل إيران الحرب نعم الجواب نعم لكن يبقى متى هناك السيناريو يقول بأنها إذا وطأت أقدام الإسرائيليين غزة فإن حزب الله سيتدخل وإذا قامت الأساطير الفرقاطة الإيطالية والبوارج البحرية وحاملات الطائرات والطائرات العلمانية دخلت المعركة فإن إيران ستدخل وهددت القيادة شو حجم الدخول دكتور كم هو حجم الدخول اليوم للقوات الإسرائيلية لإيران إذا ما دخلت الحرب نتسأل عن ميزان القوى العسكري حزب الله يقال أنه يملك مئة وخمسين ألف صاروخ منها عشر آلاف بالغة الدقة الآن كل الكيان الصهيوني يعيش على الكورنيش حيفا يافا تل أبيب نعم والمصانع الكيماوية كلها على هذا لو ضربت منصات الغاز في إسرائيل واشتعلت فيها الحرائق ولو ضربت المنشآت الكيماوية تسرب هذه الغازات يمكن أن تحدث كارثة إذلك إسرائيل دولة ضائفة ليس على حدود غزة وتقومها بل هي ضائفة من داخلها نعم ولذلك السبب أيضا المحدد القرآن الكريم يقول تتجدنهم أحرص الناس على حياة بمعنى أن اليهود لا يستطيع أن ينزل من دبابته ولذلك واحدة من اللقطات يعني واللفتات التي صورتها عدسات المصورين والصحفيين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يهود باراك كان أول الفارين من إسرائيل وكان في اللحظات الأولى في مطار بن جوريون هو وعائلته ونتهى نتنياهو أحد الذين هزموا في معركة الكرامة أيضا نعم كان مكلف فذاق ضعمة الهزيمة مش أول مرة ذاق الهزيمة أخذ تطعيم في معركة الكرامة ودخل ليكمل المشوار نعم وبالتالي الآن هؤلاء لا يترجلوا من دبابته مساورة الجيش قيادة الجيش الإسرائيل للقلق أن مستقبل الجيش الإسرائيلي أنه لا ينزل من الحصون المتحركة لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى المحصنة ومن وراء جدر فالدبابة هي جدار صحيح ولذلك الخوف والرعب الآن يساور الجنود الإسرائيلي ذلك في حوال 150 منط الطيارين الاحتياط رفضوا الالتحاق بوحداتهم وشفنا موجات الفرار ومن هذا المنبر أقول لوسائل وشاشات التلفز العربي نعم التي تكتفي بتسليط الضول على خسائر وقتل وجرحة غزة عليهم أن يسلطوا أكثر على الخسائر الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي نعم هذا الصباح كنا حقيقة في تغطيتنا نتحدث عن الحرب النفسية وقلنا بأنه يعني يجب إسرائيل تجيد هذه الحرب النفسية ويجب أن يكون أيضا الإعلام العربي قادر على مواجهة هذه الحرب هي ليست ذات كلف عالية بالمناسبة فالتلفزيون موجود الكاميرا موجودة المحطات العربية تملأ الدنيا والكثيرين منهم وهذا اللي تفضلت فيه سليم يعني في حرب 67 الإذاعة الإسرائيلية كان فيها 500 خبير في الحرب النفسية نعم لما كنا نتقاتل معهم في القدس كان يوجهونا النذاءات في الحرب النفسية ويلقوا علينا مناشير صايغينها خبراء في الحرب النفسية أيها الجندي قادتك تركوك أولادك ينتظروك أهرب باب المغاربة مفتوح الآن هم وقسم للأردن وقسم للأردن وخمس ميلة قطر نعم هذه التوزيعة هذا مخطط موجود لإفراغ القطاع وذلك أنا أحذر هنا أن الأردن مستاذف نعم إذا لا قدر الله قدر اليهود أن يسحقوا غزة وهذا لن يكون إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بل سيسحقهم أن إسرائيل ستقدم على تهجير الضفة الغربية إلى الأردن لأنه فيه ضابط بريطاني قديم من زمن وعد بلفور قال لي وعد بلفور وجهان وجه معلن أن تكون فلسطين من النهر إلى البحر دولة يهودية ووجه المخفي أن يكون شرق الأردن ملجأ للفلسطين الذين يطردوا من غرب النهر إلى شرق النار وإذا سمعت الرأساء الأمريكان واليهود بيحكوا عن دولة يهودية دولة يهودية يعني دولة نقية ما فيهاش عرب ولا فيها مسلمين نعم لأن نسبة التكاثر هي موجودة في غزة على سبيل المثال الأكثر تكاثر في العالم سكان غزة بالضعف كل 17 سنة لا تحزنوا على موت الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون صحيح ولكن المقابل لا يقبل أن يموت لأنه يريد الحياة بينما هنا يطلب الموت وهذه معادلة مهمة في الصراع نعم لذلك مونت قمري قال لم تنتصر الجيوش العربية والإسلامية بكثرة معداتها وإنما بفضل معنوياتهم لذلك المعنوية لدى حماس وكتاب القسام نعم هي عنصر يعزز التفوق بجانب المفاجآت في التكتيك والتخطيط العسكري نعم دكتور غازي إذا سمحت لي وقد أشرت حضرتك إلى موضوع التهجير جلالة الملك عبدالله الثاني حقيقة من خلال مجموعة اللقاءات والاتصالات التي تلقاها من قادة وزعماء العالم والإقليم والدول العربية وأيضا لقاءه بالأمس مع رئيس وزراء بريطانيا واليوم ينتقل أيضا إلى عاصمة أوروبية جديدة يحذر من أربع نقاط مهمة أول هذه النقاط هي قضية التهجير إسرائيل يعني ترفض فتح المعابر والممرات الإنسانية هي تفتح ونوي اطلع وما في رجعة وفقط للجنسيات الأجربية نعم فالتهجير يعني اليوم حضرتك أشرت إلى خطورة موجة تهجير جديدة ربما بدأها الإسرائيليون من شمال القطاع إلى جنوبه صحيح نعم تعليقك على هذا لذلك حماس رفضت قالت لا علم لنا بهذا ولذلك نحن نرفض فتح المعبر نعم ليش لأنه هذول اللي هجروا عند المعبر الآن اللي هد توجه مكبرات الصوت إغراءات لمن بقي من وسط غزة وشمالها أن يرحلوا لكي تنفرد بقتل المقاومين الفلسطينيين اللي يصبحوا مكشوفين وبنفس الوقت تتم عملية التهجير التي خطط لها ولعل في تصريح بايدن قال نكتفي لأن العبور البر يستهد بس المقاتلين بمعنى أنه لا تظلوش في غزة لأنه عارف يخشى عليهم إذا دخلوا في غزة أن يدخلوا في المستنقع مرة أخرى لأنهم هزموا في العام 2006 من غزة وأخربوا بيوتهم بأيديهم نسفوا مستعمراتهم بأيديهم وذلك استفادت حماس من الحديد بتاع المستعمرات في تصنيع معدات الحربية نعم الأمر الآخر لأود الإشارة إليه أن الشارع العربي قد شكل عنصر ضغط غير السياسة الأمريكية مدى الموقف الأمريكي يصبح أكثر ليونه لأن في زيارة اليهودي وزير الخارجي للدول العربية نعم سمع كلاما كان يملي أنه نريد إخراج الرهائن اليهود فورا وهذول ليس رهائن وهذول أثر حرب نعم أن 6000 أسير من 20 30 سنة لم يتحدد عنهم الأمريكان صحيح وهذول سيخرج بإذن الله من ولذلك حماس أعتقد أنها وأقول أن الدول العربية لا تستطيع أن تخول حرب ليس لأنها لا تمتلك الطائرات ولا الأسلحة لا لأن الغرب كله سيتحرك مثل ما تحركت ضد روشيا نعم لذلك وجدنا الأساطير الغربية كلها الآن في البحر المتوسط حماية لإسرائيل ولذلك خير قتال الآن مع إسرائيل المقاومة ودعم المقاومة نعم هي السبيل الوحيد ولذلك تخشى إسرائيل أيضا أن يكون هناك مفاجأة في الضفر الغربية إذا دخلت قطاع غزة نعم مثل ما أنها تخشى أن يدخل حزب الله وأن تخشى أن تدخل إيران وباكستان لذلك المحددات الدولية الآن تفوجأت أيضا بهذا الثقل إذن فصيل مقاومة ينتظر على الجيش الذي لا يقر نعم فما بالك إذا تعركت الجبهات العربية كلها لقد أحيو فينا الأمل هذه الأمة تنام ولكنها لا تموت نعم ما عبنا أن كبونا مرة كبوة الجياد تهادت الخيلاء فلكم كبت أمم فقامت فعتلت من بعد تلك الكبوة الجوزاء ويحضرني هنا في التوراة المحرفة نعم بتقول أطردوهم من بلادكم حتى لا يستعبدونكم في داخل أرضكم ولاحظ وزير الدفاع الإسرائيلي قال عبارة موجودة في التلموذ شو بقول في هذا العبارة بيقول هذولا حيوانات بشرية عن أهل غزة نعم من أخذ هذا من تعليم الدينية التلموذية اللي بتقول أن بني صهيون هذولا شعب الله المختار وهم من نطفة حصان أن بقيت البشر لقويم فهم من نطفة حصان وهم من نطفة بشر لما يسألوا كيف ذولا من نطفة حصان وانتم من نطفة قالوا حتى خلقهم ربنا عاف هيئة بشر حتى يصلحوا لخدمة بني إسرائيل لذلك أقول لك وأشيع الأمل من هذا المنظر أن نهاية إسرائيل قد اقتربت نعم بإذن الله تعالى إن شاء الله وأنها كبيت العنكبوتو أحمد ياسين عليه رحمة الله قال تزول إسرائيل 2027 من خلال قراءة القرآنية وبالتالي الضعفاء بمفهوم البشر هم الأقوياء بمفهوم رب العالمين والأقوياء بمفهوم البشر هم ضعفاء بمفهوم رب العالمين إن تنصروا الله ينصركم ومن نصروا إلا من عند الله وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله نعم ولذلك أنا أعتقد أن العالم الغربي هذا المشهول الآن في الحرب في أوكرانيا لم ينسى أن يهب لمساعدة اليهود فانكشف الغطاء أمامنا كأمة وكشعوب أن الغرب هو الذي صنع هذه الدولة اليهودية كمقدمة حراسه في قلب الوطن العربي يا سيدي أنت يعني بخلفية عسكرية وعرفت الجند الإسرائيلي وعرفت حقيقة لا أريد أن أصبغ عليه صبغة أن لديه عقيدة لأنهم لا عقيدة عسكرية لدى الجند الإسرائيلي صحيح مقابل الجند العربي أو الجند الأردني والمقاومة الفلسطينية الجند الأردني على سبيل المثال فيه تربية روحية وهذا سر انتصارنا في الكرامة يعني فيه في كل وحدة عسكرية إمام ينمي العقيدة الدينية والتعبئة الجهادي إذلك لما دخلنا معركة الكرامة ما كان عندنا ولا طائرة حربي وما كان عندنا السلاح اللي كان عندنا 67 ومع ذلك هزمنا 15 ألف جندي إسرائيلي من ساحة الكرامة والسبب الطبيعة تقاتل جبال السلط كانت وراء ظهر الجيش وقل لك ظهري مسنود إلى جبل هذه واحدة اثنين ربنا يتدخن فالمطر الذي نزل قبل الكرامة بيوم واحد عاق حركة كل الدبابات الإسرائيلية ومعظمها أن تدخل وهذا ما قالوا ضباط إسرائيلين لذلك منحوا الضابط الصيانة اللي كان مسؤول عن إنقاذ الدبابات الوحيد اللي أخذ وسام عندهم وهذا في بدر أيضا ربنا لما نزل المياه أخر تقدم قريش وثبت به أقدام المسلمين وتطخروا بالماء فجنود السماء موجودين أيضا وأعتقد أن دعاء الناس في جميع أنحاء العالم الإسلامي لإخواننا في غزة إن شاء الله النصر قادم ولا يهمكم الخسائر فألمانيا في الحرب العالمية الثانية أكلوا الدباب نعم والبريطانيين كانوا كل اثنين يشتركوا ببيضة وجنود نابليون لما راحوا على 250 ألف حاربهم الجنرال الأبيض اللي هو الثلوج وراجعوا ب15 ألف أكلوا لحوم بعض على الطريق من الجوع نعم لذلك إحنا أمة لا تستأصل بيضتها ولا تصابوا بالسنين فهي أمة قادرة على الحياة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النصر قادم بإذن الله بإذن الله ويأطلب من شاشات التلفز العربي أن تتوقف عن الحرب النسي التي تشنع المواطن وأن تغطي خسائر بكل تأكيد يا سيدي شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور غازي الربابة أستاذ العلوم السياسية الخبير العسكري والمحلل استراتيجي ومشاهدين الكرام تكثر التكهنات حول سيناريو الحرب البرية ما بين إسرائيل وحركة حماس دعونا نتعرف ما هي الحرب البرية من خلال هذا التقرير ولنا عودة إن شاء الله بمسار آخر من التحليل في هذه التغطية ابقوا معنا الله تكالعافي